لبنان الطائفي أم لبنان الذي يغلف مافياته بالطائفية لا يزاد اللبنانيون حائرين بين تصديقهم وعدم التصديق أن اسماً طائفياً يوقف تزويد بعض المناطق بالكهرباء في بلد يعيش أهله معظم ساعات أيامهم بلا كهرباء عائشة قل سلطان ليست سيدة تركيا هي باخرة كهرباء تركية كانت متوجهة إلى لبنان لترسو في مرفأ الزهران في الجنوب بهدف تزويدها بالكهرباء في إطار خطة تعمل عليها وزارة الطاقة اللبنانية عائشة أصبحت إسراء باعتراف سيزر أبي خليل وزير الطاقة والوزير أثار الجدل والغضب والاستياء لأنه عاز السبب إلى حساسية أهل الجنوب الشيعة بمعظمهم من اسم عائشة سموها باسم بخرة تاني موجودة بدلوا الأسامة لأنه كانت البخرة المتوفرة عندهم اسم عائشة عائشة سلطان أو عائشة قل أو ما أعرف شو اسمها وسائل التواصل الاجتماعي لم تهدأ صحفيون كثر شاركوا بالسخرية آخرون غضبوا وعبروا عن رفضهم لكلام الوزير ماذا حدث فعلا؟ الباخرة غيرت طريقها وقررت أن لا ترسو في الزهراني ما ترك أهل الجنوب في حالة من الغضب والاستياء وبعيدا عن الخلاف الطائفي هل يمكن أن يكون اسم الباخرة هو العائق فعلا؟ في حل جزء من أم المشكلات اليومية اللبنانية عجز الكهرباء في لبنان يصل إلى 36 مليار دولار أي حوالي 45% من إجمال الدين العام حتى نهاية 2017 وطلحظ موازنة العام 2018 عجزا بقيمة مليار واربعمائة مليون دولار قابلا للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميجاوات لتأمين الجزء الأكبر من النقص الحالي لكن ذلك لم يمنع مافيات الجنوب المحميين من حزب الله وحركة أمال من الوقوف في وجه الباخرة المكلفة ماديا وبئيا وتصديقا لاتهامات كثير من اللبنانيين لحركة أمال أصدرت الأخيرة بيانا قالت فيه تهمة إبعادنا للباخرة عن الزهران تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه والحجة جاهزة فوجود الباخرة سيضر بالبيئة جاءت وقفة الزهراني لتكحلها فعمتها وإسراء اسم الحركة لعائشة ما إن غيرت أمل وجهتها وانكشفت هويتها حتى باتت مادة تندر جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي الصحفي علي الأمين قال إن ما جرى هو مؤشر على نظام المصالح القائم على الفساد اللبنانيون المغلوبون على أمرهم والغاضبون مما حدث وربما غير القادرين على فهم تركيبة الفساد بكل ما حصل تفننوا في السخرية من تعبهم في الحياة ومن الطائفية شماعة كل الأخطاء في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر